السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نسروح اه الاكتريك ماشين. ده الجزء المطبقي من شابط الاتنين ولكن هنا هو كان طويل شوية فاستنته لتلات اجزاء عشان الفيديو ان شاء الله بسهل سهل في الاستماع. طيب الجزء اول شابط اول فيها بيقول لك انا هشتغل عندك على دي معناها عندك ايه? دي حاج وسيلة بقيس بها جدارة بتاع كل والتاني. لو انا عايز اعمل بتوين كل والتاني. اه اشوف بتاعته اه قانونة عبارة عن ايه? هو عبارة عن جهد على جهد طيب. الجهد اللي فوق عبارة عن ايه? عن فرق جهد. فرق جهد دي مع بعض. طيب. الجهد الاولاني اسمه نقص على دي عندك ايه? انا عندك بالفولتامتر دي. طيب. است عندك الايه? دي. تمام? هي دي انا بقاسها عندك لما يكون اللود عندك مش موجود. تمام? طيب والفي ريتد دي اللي هي اللي هي بتاعت الفول اللود اللي هي عادي بتبقى معاك في المسألة هي. على الفي ريتد. تخلي بالك هنا لو انت شغال عندك في المسألة يبقى طيب لوه يبقى كل الجهود بدعتك طيب مرة عندك بتطلع. موكب مرة عندك بتطلع سالب. الموكب عندك لو اكبر من بتاعتي الريد. آآ سالب عندك لو ايه بتاعت النو لود. اقلع عندك من طيب لو جينا نشوف اللي وراها هنعرف عندنا دي يعني ايه? لو انا هشتكل عندك نحية يبقى تحسب عندك نحية لو فاكرين في الترانسفورمر في الترانسفورمر لما كنا بنرسم ادي الاتنين كويلز ادي كويل هنا وكويل هنا. لو انا عايز اجيب الفر ما بين الاي وبين الفي. الاي دي انا استهى على اطراف على اطراف الكويلز نفسها. حالة النو في حالة النو لود بتاعتي. تمام. طيب اهي. الاي لود الاي اه الاي داش لود اه لو صايت. هتسابع عندك الاي لو صايت في زد اكوبلانت من ناحية اللو صايت زائد الفي لو صايت. تمام الاي لو صايت دوت الريتد لو صايت كارنت عندها باور فاكتور. هنشوف في المسائل عندك الباور فاكتور بستفيد منها ان انا بحدد عندك الزاوية بتاعت بتاعه. سواء بقى موجب او سالب على حسب الباور فاكتور ليد ولا ليك. طيب الفي لو صايت دوت الريتد برضو لو صايت فولتش. الاي اهي الاي لو صايت داش عندك لو صايت فولتش. ملاحظة هنا ان انا ما باجي اشتغل عندك لو صايت يبقى كله لو صايت. هشتغل هاي صايت يبقى كله هاي صايت. طب ايه زد اكوبلانت لو صايت دي بيقول لك انا بتاعت الترانسفورمر بس من ناحية اللو صايت اللي هي هتسوي الاو اكوبلانت لو صايت زائد الاكس زائد جاي اكوبلانت لو صايت خلي بالك ان الاكوبلانت هنا واخدف معيها الار بتاعة والار بتاعة مع مراعاة لو جينا نشوف الاكزامبل اللي عجليها هو اتنين سبعة صفحة تلاتة وستين الاكزامبل ده بيقول لك الاكويفلانت لوسايت باراميتارز اف ماشي البراميتارز عندك الاول يعني اكس والار والزد لو موجودك جيفن معيك اكس واربق بس هنا انا بيقول لك من ناحية تمام اف ايه بقى متين وخمسين كيلو فولت امبير دين وخمسين كيلو فولت امبير دي عندك اللي هي الاس اربعة تلاف مية وستين على ربعمية وتمانين فولتز دي كده الجهود بتاعته اللي مكتوبة على ممكن يشتغل بها وممكن يشتغل بقى اقل او اعلى على حسب في بيبقى في نسبة سماحية بتاعتك في السيستم بتاعه ستين في المية هيرتز ترانسفورمر ار ايه دي بقى عيدة على اللوسايت باراميتارز اهي بيقول لك الار اكويفلانت لوسايت قيمتها اتنين وتسعين من عشر تلاف اوم والاكس اكويفلانت لوسايت قيمتها عندك ربعمية تلاتة وتلاتين من عشر تلاف اوم طيب عندك شغال ولا انا لك ان انا شغال بصوت فجتها عندك زي المكتوبة على بيقول لك دي لان دي لихارين لاذ الريطة والروتز sponsor تلاتين من مية باور فكتور لا جينج له هنا بتاعك بيقول لك انا شغال بوصل والريريتت في ferryd draped ولا تجا عندي ل этогоバور فاكتور بتاعك أربعة وتمانين من مية كمان ال знаетiber veralten دي هتاثر عندك في زوية الطيار. تمام لو لاك يبقى زاوية الطيار عندك بالسالب. لين زاوية الطيار عندك هتبقى بالمجد. ايه بقى? رقم ايه? بيقول لك انا عايز انه رقم بي بتاع من ناحية طيب انا هنا بقول لك انا شغال عندك انا انا قلت لك انا شغال طب تمام بعد ما اشتغلت ايه اللي هيحصل عندك? هتلاقي عندك ان الامبوت متوصل ناحية الهاي سايد واللود عندك متوصل ناحية اللو سايد. دي معلومة انا عرفتها. عشان كده بيقول لك في رقم بي هتليه الاكتشوال امبوت فولتج ات الهاي سايد. يعني عايز من ناحية الهاي سايد. رقم سي. عايز عندك الهاي سايد. رقم دي. عايز عندك الامبوت امبيدنس زد امبوت. رقم اي. عايز لما غير في قيمة لأ قيمة زم هي اربعة وتمانين في المية بس خلي بالك هنا خليه التاني كان تمام وبعد كده بيقول لك يرسم لي من البداية للنحية عند اربعة وتمانين في المية بس خلي بالك هنا ان قيمته وليس تمام واضح لي كل الجهود اللي انا محتاجها في السيستم بتاعتك كل الجهود اللي انت تخدمها في السيستم تمام طيب لو انا اول مصدور راحين نشوفوا بتاعت لو فاكرين احنا هنا قلنا هنا ان اللود عندك يبقى انتوصل ناحية يبقى لان انا هروح اجيبها من ناحية تمام لو فاكرين في قانون في قانون بتاعت كان بيحتاج الآي والزد زائد طيب الآي والزد انا هشتغل اللود بتاعك هنا يبقى ناحية وكمان قال لك انا يبقى يبقى تجيب من ناحية كان في قانون انا محتاجين الآي والزد سائد الآي بتاعت تمام طب انا هروح هنا احسب ايه الآي بتاعت دي اول حاجة انا محتاج الآي عندك عبارة عن ايه الاس على الفي لس عندك كانت متين وخمسين كيلو يبقى تضربها في عشر وسوى تلاتة على الفي بتاعها من ناحيتها اللي هو ربعمية وتمانين اجيب له قيمة خمسونية وعشرين تلاتة وتمانين من مية امبير طب واجيب معاك الباور فاكتور الباور فاكتور كان اربعة وتمانين في المية في الحالة ازاي انا روح اجيب زاوية الباور فاكتور سيتا زاوية الباور فاكتور اشارتها عكس اشارة هنشوف ازاي. سيتا عندك كوزين منس وان لباور فاكتور اربعة وتمانين من مية طلعت عندك اتنين وتيتو ستة وتمانين من امي ديجري. اهو تاني انا جبتها تاني عندك اهي لو انا حبي تكتب القرنط الاي بتاع عندك اهو اي طلع عند خمتسمية وعشرين تتاتة وتمانين من مية بزاوية سالب اتنين وتلاتين ستة وتمانين من مية امبير تمام طيب بتاعك هو معاك عادي انا اعتبره فهو يبقى اربعمائة وتمانين بزاوية زياد طيب القرنط بقى الاي من ناحية يبقى الاي لوسايت في الزد اكويفلنت بتاعة زائد الفي لوسايت طب الزد اكويفلنت فكها هنا زائد 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 وضرب الطيار فيها ادي الطيار قيمته موجودة معاك والمقاومة موجودة معاك والاكس قيمتها برضو معاك والفولت موجود تعويض مباشر في المعادلة جيب قيمة الاي لوسايت اللي هو بتاع الاي بتاع نو تمام انا جيبته معاك هنا خلاص ده مطلوب رقم ايه طب مطلوب رقم بي مطلوب رقم بي بقولك هنا انا محتاج عندك من ناحية طب من ناحية اقدر بالترنز ريشيو بدللة اجيبه من ناحية طيب انا عايزة نروح اجيبها اجيبها منين يبقى الاي بتاعة على اي بتاعة او فيه على فيه لوسايت اتنين بالعلامة التقريبية في النص جابها اصلا وربعة تلاف مية وستسين على ربعمية وتوانين دي اللي هي المكتوبة عنين بليت المكتوبة في اول المسألة طلعت عندك تمانية بوين ستة وستين من مية هنا بقى اجيب اللي هي بتاعة او الاي بتاعة عبارة عن اي بتاعة اللو سايت ضربها في بعض خلي بالك انه في زواية موجودة في بتاعك وراح جاي حاطيتها وجاب من ناحية تمام هرجع له كمان شوية بس نكامل المسألة بتاعتها طيب اجيبه بدلالة بتاع اللو سايت انا كنت اجيبها من شوية على طيب عايز يروح يجيب بتاعتك زد دي هجيبها كلها على بعضها ممكن تجيبها بدلالة بتاعتك وتشوف محتاج في ايه او تجيبها عندك بدلالة الجهد والطيار يبقى بتاعتك انا معي الجهد والطيار بدي اسهل على الاتنين دول اسموه على وقت جيب بتاعتك طيب بتاعك هنا لسه زا عند بتاعك اربعة وطمينين من مية ولاجنج الاي بتاعت النولود والفي ريت الاي بتاعت النولود هتبقى لسه زي ما هي لان زاوية الطيار بتاع اللو سايت لسه متغيرتش انا شغالة عند بار فاكتور اربعة وتمانين من مية لاجنج لسه فمفيش حسابات عندي هتتغير فحاوض تعويض مباشرة بالقيم اللي هي القيمة اللي انا حسبتها والربعة وتمانين دي جفل يطلع معيك عندك ايمة تلاتة اربعة ايمة تسيبها كده ايمة تضربها في مية وتحط علامة في المية معيك طيب رقم ايف بيقول لك بتاعك بقت قيمة اربعة وتمانين من مية بس دي هتأثر معاك على ايه على زاوية الطيار بتاعتك بدل ان كانت سالب هتبقى موجب وهنا هو هو نفس القيمة فهيطلع نفس الزاوية بس بعكس الاشارة احسب احسب عندك الاي جديدة تختلف معاك شنس دا اختلفت معاك تطلع قيمتها ربعمية اتنين وسبعين تمانية عشرين من مية بزاوية اتنين ستة واحد من عشرة اتنين بوين ستة واحد احسب جديد عندك اللي موجود في السيستم بتاعك عادي ناقص ال في ريتد على ال في ريتد بتاعتك عادي طلعت كوميتها هنا سالبة اهي لان اللي عندك بقى اقل من ال في ريتد معيك طيب قبل كده كان لو شفنا في المطلوب اللي هو اللي قبل منها اللي قبل منها كانت الاي نولوت اكبر من الفي ريتد فطلعت كوميتها موجب زي ما قلنا لما كنا بنشرح القانون طب لو راجعنا عندك في الفيزر دياجرام قال لك وضح لي كل اللي موجود في السيستم بتاعك كمية طيب برضو فيه جهد موجود على المقاومة وجهد موجود على بتاعتك ابقى في المقاومة جيب لها قيمة جهد في السيستم بتاعك الكارنت في بتاعتك جيب لها قيمة الجهد اللي عليها برضو اهو قيمته في الاخر وحدتها هنا اي في الزت تديك هي اي في الكابا اي في ار واي في اكس جيب قيمة الجهد اللي على ار وقيمة الجهد اللي على الاكس تماما ايه وانا عايز رو حرسن بقى الفيزور ديجرام ده بيقول لك ايه? انا عندك ادي الجهد اللو صايت. انا اخدته عندك هو ربعه مية وتمانين بزاوية زيرو. انا اعطيته هو الريفرنس بتاعي. طيب الاي لو صايت. الاي لو صايت موجود له زي موجود له قيمة بزاوية اتنين وتلاتين ديجري. ادي اهود زاوية بتاعته. هو اتنين وتلاتين. انا هنا شغالها على دور فاكتور يبقى اهود زاويته وبالسالب. يبقى هيك عندك متاخر عن بتاعك. عن بتاعك. ادي ده هو دي تمام. طيب لو انا حبيت ارسم الجهد اللي على المقاومة والفولتج دروب اللي على الاكس. الفولتج دروب اللي على المقاومة مش هنلاقي عامل فيه مع الطيار بتاعك. فهترسمه في اتجاه الطيار بس كمته صغيرة. طيب. انا عايز اشوف الفولتج دروب اللي موجود على بتاعتك. هو مضروب في يعني تسعين درجة. يعني هترسم كمته عمودي على بتاعك على اتجاه الكارنط بتاعك. طيب الاي لو صايد. الاي لو صايد زاويتها صغيرة مع ورسامها عندك موجودة اهي. بس يا زاويتها موجب يبقى تبقى تجاهها الفوق. في الربع الاولاني. طيب لو حبيت اجمع اجمع بقى الرسمة دي كلها على بعضها. لاي عندك الكارنط ال ادي الفي لو صايد عندك هو الريفرنس اللي موجود في السيستم. بعد من كده هتلاقي الاتجاه الجهد اللي على اهو موجود بس بقيمة صغيرة خالص اهو. بيال لك انا الاي لو صايد في بتاعت اللو صايد. انا نقلته هنا هوا بزاوية الطيار بتاع اللو صايد. بعد من كده طبيعي ان الجهد اللي عليها مش عامل اه بينه وبين بتاع اللو صايد لان المقاومة ما بتعملش فيس شفت. وحطتها عندك اهي بزاوية الطيار. فعمودي على الطيار عندك انا اروح جاي عامودي على الجهد بتاع المقاومة هنا ايه الاي لو صايد في بتاعت السيستم بتاعتك من ناحية اللو صايد. واقفل السيستم بتاعك اوقفل الرسمة بتاعتك بالاي بتاعت اللو صايد. ده ساعتاشر بيقولك فيها ايه? زا بارامتر زفور متين وخمسين كيلو فولت امبير الفين وربعمائة ربعمائة وتمانين سينجل فيز ترانسفورمر عندي الريتت فولتج وريتت كيلو فولت امبير وما تديك باور فاكتور قيمته اتنين وتمانين من مية باور فاكتور بيقولك ان انا لاجينج ار ار ايه بقى? على البرامتر زي بتاعت السيستم بتاعك الاكس والاور. قالك هنا الاكس الاكويفلنت من ناحية الهاي سايت قمتها واحد وتمانية اوم والاور الاكويفلنت من ناحية كمتها واحد اتنين هلاتة اوم. الترانسفورمر بتاعك ألك ان انا اشتغل ستيب داون. ستيب داون عندك الجاتب تصتفى نفس الداة اللي هي جيفن ربعة ايفين ربعمائة وربعمائة وتمانين نفس الداة اللي هي جيفن بتاعتك. تمام. استكتش ايه الاكويفلنت بتاع الدات الترانسفورمر بتاعك ind Determine ايه بقى الاكويفلانت لو سايد برامترز وانه لو والفولتج عند باور فكتور اتنين وتمانين من مية باور فكتور لو جينا نشوفي المسألة خلاص بعد ما اتقرأناها اوامة وخمسين كيلو فولت امبير متالفين ربعمية ربعمية وثمانين عندك السيستم بتاعك اتنين في اتنين وتمانين من مية باور فكتور لاجين لكن يتأثر على زاوية الضيار بتاعك اكس اكوفلرة بتاعتك بتاعت الهاي صايت بحيث تمانية من مية اوم ارixa احت الهاي صايت اوبوين توحي اتنين تلاتة. وقال لك ستيب داون مود جميل زي اللي مكتوب على النين بلي تلية الفي ربعمية ربعمية وتمانين ارسم بالاكوفلين بتاعت الترانسفورمر الي في ه ارو اكس بناحية الهاي صايت وهي الملفات بتاعتو. و هي الارو اكس بناحية الهاي صايت. بناحية الهاي صايت بناحية اللاو صايت. و dis chめて زد زد بتاعت اللوت هنا هتبقى ناحية. طيب آآ مودي انا استفيد منها في ايه? انا هستفيد منها هنا بتاعك هتبقى يبقى بتاعك عند واللوت بتاعك عند بتاعك عايز عند بتاعت عايز بتاعت عايز بتاعت عندك. وبيقول لك عايز عند برضو. وهاتلي بتاعك اتنين وتمانين من مية. طمام? انا عندي والاكس من ناحية اعرف اجيب والاكس من ناحية بدلالتهم اه اعرف اجيبها بدلالة. احتاج هنا عندك. هتقول لك انا الجهد على الجهد بتاع اللو سايد الفين ربعمية على ربعمية وتمانين تطلع معاك خمسة. بعد عايز تكتب اه بتاعت 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 بتاعك عادي يعني عايز تحطها على بعضها ناحية ماشي عايز تحطها بعدها ناحية ماشي يعني حسب انت هتشتغل عليه عايز تحط ونحط تانية عادي زي ما تحب. طيب. هاني اروح اجيب الاور بتاعت يبقى الاور على تربيع. يبقى واحد اتنين تلاتة على خمسة وعشرين على خمسة وعشورية لعلقة قيمة. جيبي الاكس اكويفلنت بتاعت برضه يبقى على وهكذا. خلي بالك ان هي اكس يبقى تحط قيمة قبل قيمة بتاعتها رمز جي. مطلوب رقمية عندك عايز الجهد بتاع الناو لود. انا الجهد بتاع الناو لود هجيبه من ناحية اللو صايد. ليه من ناحية اللو صايد? لان انا عندي هنا قالين هو شغال يبقى اللو بتاعك ناحية اللو صايد. يبقى الاي بتاع اللو صايد اللي هي الايه لو صايد داش? هتساوي الاي لو صايد زي اه في زد اكوفلنت بتاعة اللو صايد زي بتاع اللو صايد اللي هو الجهد بتاع اللو من ناحية اللو صايد. طيب اجيبه ضوات منين عن طريق الاس على الفي. والزاوية بتاعته حددها بالباور فاكتور. ادي هنا الاس على البي بتاع اللو صايد. انا شغالة اللو صايد بيجي على الجهد بتاع اللو صايد. لو شغالة بقى على الجهد بتاع الهاي صايد بالزاوية بتاعتك بالزاوية بتاعتك تبقى جزايد ماينس للباور فاكتور بقى لاج ولا ليه? ده هو لاج عندك. يبقى الزاوية بتاعت عندك. بالسالم. في الار اكويفلنت اه لو صايد زائد جي اكس اكويفلنت لو دي كده فاكرة تزد بتاعة زائد اللي هو ربعمية وتمانين بزاوية زيرو انا هنا هتحتها حسابة وعودت بالقيم بتاعتك هيطلع في الاخر كيمته تحت معيك هي تطلع خمسمية وعشرين تلاتة تمانية بوينت تمانية تلاتة بزاوية سالب اربعة تلاتين بوينت تسعة تنين امبير حتى الاي لوسايد عودت عوضات مباشرة تطلع معاك بالف واربعتاشر بوينت ستة تمانية بزاوية بزاوية صغيرة بس اشرتها سالبة لما تيجي تجيب هتاخد الجهد كقيمة فقط ملاكش دعوة بزاوية يبقى تاخد الجهد التاعي ده ناحية لوسايد عندك يبقى الف واربعة واشترا الف واربعتاشر بوينت ستة تمانية ناقص اللي هي ربعمية وتمانين على ربعمية وتمانين تاني ودربها في المية تطلع معاك قيمة في المية تلات الجزء الاولين من الجزء المطبقي من شابتر اتنين من بتاعنا اه ان شاء الله اللي عنده اي تساؤلات اتفضلية ايس ان شاء الله استودع قولو